وشدد رئيس السيسي خلال كلمته على أن مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتزبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الزهار والرفاهية حيث تواجه الدولتين العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة وأعرف في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة أخدم في الاعتبار ما يتمارس السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوطيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع ولقد توفقت وفخامت الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهديئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة ترجمة نانسي قنقر